أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نستكمل بفضل الله تعالى قراءة كتابي فصوص الحكم وخصوص الكلم لسيد الشيخ الأكبر محيد دين بن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكنا قد انتهينا من قبل من قراءة خطبة الكتاب وكذلك قراءة الفص الأول وهو فص حكمة إلهية في كلمة آدمية وكذلك قراءة الفص الثاني وهو فص حكمة نفسية في كلمة جيسية ونحن الآن نقرأ إن شاء الله تعالى الفص الثالث وهو حكمة سبوحية في كلمة نوحية ونلاحظ ابتداء كيف أن عنوين هذه الفصوص وحكمها وكذلك كلماتها التي هي أعيان رسولها المذكورة أسماؤهم نلاحظ كيف أن هذه الحكم والكلمات وأسماء الرسل وأشخاصهم وأعيانهم العلاقة بين هذه المعاني المختلفة ابتدأت بالوضوح شيئا فشيئا وذلك لأن الشيخ الأكبر محيد دين بن العربي رضي الله تعالى عنه بدأ هذا الكتاب العظيم بحكمة إلهية في كلمة آدمية وذلك من كون سيدنا آدم أبو البشر والإنسان الكامل الذي خلقه الله على صورته فلذلك كانت حكمته حكمة إلهية وكان موضوعه الصورة الإلهية في المظاهر الإنسانية وأما الفص الثاني فكان حكمة نفسية في كلمة شيثية وذلك لأن سيدنا شيث عليه السلام وهو ثالث أولاد آدم بعد أن قتل قابل وهابيل فنجد أن معنى اسمه هو هبة الله فقد وهبه الله تعالى لآدم عليه السلام وكذلك جعله هبة لبني آدم من حيث إن روحه تنفس العلوم في أرواح العلماء أو الذين يتكلمون بالعلوم وكما يقول الشيخ الأكبر فمعنى نفس أي نفخ نفخ المعاني في النفوس في نفوس الخلق ولذلك كان موضوع الفص الثاني هو الهبات والعطايا الإلهية الذاتية والأسمائية وهكذا نجد أن الفص الثالث الذي نحن فيه الآن هو حكمة سبوحية في كلمة نوحية وذلك لأن الموضوع الأساسي الذي سيناقشه الشيخ الأكبر في هذا الفص هو موضوع التنزيه والتشبيه وكيفية الجمع بينهما وكذلك التفسير الإشاري الباطني لبعض آيات القرآن خاصة تلك الخاصة بسيدنا نوح عليه السلام وسبب كون هذه الحكمة سبوحية وأنها تتعلق في شخص سيدنا نوح عليه السلام هو أن معنى كلمة سبوح هو المبرأ والمنزه عن أن يلم به النقص وبالتالي اقترنت هذه الكلمة بسيدنا نوح من كونه أول رسل وكان يغلب عليه التنزيه تنزيه الحق عما استحدثه البشر في وقته الخلق جعلوا يعبدون الأصنام وبالتالي تركوا الجانب الباطن تماما وتركوا المعاني وتعلقوا بعبادة الظاهر بعبادة الصور الظاهرة فلذلك جاء هو لينهاهم عن هذا فكان الغالب عليه تنزيه الحق ولهذا السبب يقول الشيخ الأكبر محيدين بالعربي لم تتسم دعوته بالنجاح الكامل لأنه اعتمد على التنزيه دون التشبيه والحقيقة أو الكمال هو الجمع بينهما كما فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث نزه وشبه بنفس الوقت كما سنرى بعد قليل فمن هنا نجد ارتباط هذه الحكمة وموضوعها بسيدنا نوح عليه السلام ونبدأ بفضل الله وبعونه ومنه التوفيق بسم الله فإذا عنوان الفص هو فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية يقول الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه اعلم أن التنزيه عند أهل الحقائق في الجناب الإلهي عين التحديد والتقييد فالمنزه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب ولكن إذا أطلقاه وقالا به إذن المعنى واضح أن التنزيه هو نفسه التحديد والتقييد ومن يقول بالتنزيه المطلق هو إما جاهل أو صاحب سوء أدب إلا إذا كان يقول هذا على وجه ضرب المثل أو على وجه الزكر دون أن يطلقه بالمعنى المطلق فإذا لا بد من الجمع بين التنزيه والتشبيه حتى يكون المعنى صحيحا وهنا في هذا المقطع سنعتمد على قراءة أو إعادة كتابة النص الأصلي بشكل منسق وذلك لأننا سنجد بعد قليل أن النص سيصبح معقدا ومتداخلا ويصعبه قراءته مباشرة من المخطوطة فلذلك سنضع هذه المقاطع المنسقة حتى يزول الإشكال والله الموفق لا رب غيره فإذا المنزه إما صاحب سوء أدب المنزه على الإطلاق إذا كان يطلقه دون تقييد يطلق التنزيه دون تقييد فهو إما صاحب سوء أدب أو جاهل فإذا أطلقه وقال به فالقائل بالشرائع المؤمن إذا نزه ووقف عند التنزيه وهذه الكلمة مكررة هنا لذلك من الأفضل ربما الاعتماد على النص المنسق فالقائل بالشرائع المؤمن إذا نزه ووقف عند التنزيه ولم يرى غير ذلك فقد أساء الأدب وأكذب الحق والرسل صلوات الله عليهم وهو لا يشعر ويتخيل أنه في الحاصل وهو من الفائق وهو كمن آمن ببعض ببعض وكفر ببعض ولا سيما وقد علم أن ألسنة الشرائع الإلهية إذا نطقت في الحق تعالى بما نطقت به إنما جاءت به في العموم على المفهوم الأول وعلى الخصوص على كل مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ بأي لسان كان في وضع ذلك اللسان إذن لا بد من أن نعلم أن كلام الرسل وكلام الله في الكتب المنزلة بأي لغة كانت لا بد أن نعرف أن المعنى العام من هذه الآيات والأحاديث والكلام كلام الرسل أن المعنى العام الظاهر الذي يفهم من ظاهر الكلام هو صحيح وكما يفهمه عامة الناس هذا المعنى صحيح ومقصود ولكن في نفس الوقت هذا هو المعنى العام وإنما في نفس الوقت يكون له معاني أخرى تفهم من الوجوه المختلفة لهذه العبارات أو هذا اللفظ بأي لسان كان فالكلمات خاصة في اللغة العربية وهي لغة القرآن لها إعجاز فلها معاني ظاهرة ولها معاني أخرى باطنة وذلك لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فكل كلمة وكل جملة لها معنى ظاهر ومعاني باطنة كثيرة أو مستويات مختلفة من المعاني الباطنة فإن للحق في كل خلق ظهورا فهو الظاهر في كل مفهوم وهو الباطن عن كل فهم إلا عن فهم من قال إن العالم صورته وهويته وهو الإسم الظاهر كما أنه بالمعنى روح ما ظهر فهو الباطن فنسبته لما ظهر من صور العالم نسبة الروح المدبر للصورة فالخلاصة أن المؤمن إذا وقف عند التنزيه فقد أساء الأدب وأكذب الحق ورسله وهو لا يشعر لأن الله تعالى قد وصف نفسه على لسانه الرسل وفي كتوبه في القرآن مثلا بآيات كثيرة وبأحاديث كثيرة لها معنى التشبيه بشكل واضح كقوله تعالى إن له يد الله فوق أيديهم وأنه على العرش استوى أن الرحمن على العرش استوى وقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا وقوله يهرول في بعض الأحاديث إذا أتاني في الحديث القدسي إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولا إلى آخره فالتشبيه واضح ومتكرر وهذه معاني صحيحة وواردة ولكن لا نقف عند التشبيه وإنما نأخذه على معنى عام ثم له معاني أخرى نستطيع أيضا الخوض فيها إذا كان عندنا القدر على معرفة بواطن الكلام وبواطن الإشارات فألسنة الشرائع جاءت على العموم على قدر المفهوم الأول من الكلام ثم على الخصوص على قدر كل معنى مفهوم من اللفظ فإذا الحق هو الظاهر في كل مفهوم وهو الباطن عن كل فهم إلا عن فهم من قال إن العالم صورته وهويته أي ظهر بصورته وبطن بهويتي فالحق تعالى ظاهر في الصور وباطن في هويتي كل شيء في روح كل شيء كل صورة من هذه الصور والله تعالى أعلى وأعلم فإذا فيأخذ كمثل على ما قلنا يأخذ في حد الإنسان مثلا باطنه وظاهره وكذلك كل محدود فالحق محدود بكل حد وصور العالم لا تنضبط ولا يحاط بها ولا تعلم خدود كل صورة منها إلا على قدر ما حصل لكل عالم من صوره فكذلك يجهل يجهل حد الحق فإنه لا يعلم حده إلا بعلم حد كل صورة وهذا محال خصوله فحد الحق محال فإذا مع أن الحق سبحانه وتعالى ظهر بصور العالم ولكن لا يمكن حده لأنه لا يمكن حده أو تحديد صور العالم ولا حتى يمكن تحديده أي صورة من صور العالم فنحن مثلا نرى الشجرة ونرى لها أغصانا وأوراقا ولكن لا نعلم حقيقتها أو كل حقائقها فمهما أحطنا بها علما ومهما ترسناها وفهمنا أنواعها وآلية عملها وكيفية نموها وسيريان الماء فيها إلى آخره لا نستطيع أن نحط بها علما فهذه صورة واحدة فكيف نستطيع أن نحط بجميع صور العالم فلا يمكن أن نحد الحق حتى وإن كان قد ظهر بصور العالم فكذلك مثلا نضرب مثلا آخر وهو الطائرة والسيارة فالطائرة نعرفها الآن نعرف كيف تطير ولها محرك ولها حجم ولها عمل معين تحمل الركاب من بلد إلى بلد إلى آخره وكذلك السيارة على الأرض فنحن نعلم هذا الآن لكن لمن لم يدرك الطائرة والسيارة كان يعرف فعل الطيران ويعرف معنى المسير وكيفية السير لكن الطائرة بالنسبة له هو العصفور مثلا أو الطير والسيارة ربما هي الجمل أو الحصان فتتغير الأحوال وتتغير الصور ولكن المعاني تتشابه ففي النهاية لا يمكن أن نحد كل صورة من هذه الصور وربما في المستقبل تنشأ صور أخرى لها نفس المعاني فلا نعلمها الآن فلا يمكن أن نحد صور العالم وبالتالي لا يمكن أن نحد الحق وكذلك من شبهه إذن دعونا نقرأ من هذا النص المنسق إذن فحد الحق محال وكذلك من شبهه وما نزهه فقد قيده وحدده وما عرفه إذن من نزه فقد حدد وكذلك من شبه وما نزه فقد قيد وحدد وما عرفه ومن جمع في معرفته بين التنزيه والتشبيه بالوصفين على الإجمال لأنه يستحيل ذلك على التفصيل لعدم الإحاطة بما في العالم من الصور فقد عرفه أي عرف الحق مجملا لا على التفصيل كما عرف نفسه مجملا لا على التفصيل ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الحق بمعرفة النفس فقال من عرف نفسه عرف ربه وقال تعالى في سورة فصلة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي سنريهم آياتنا في الآفاق وهو ما خرج عنك وفي أنفسهم وهو عينك حتى يتبين لهم أي للناظر أنه أي هذا الذي ظهر والذي بطن أو الذي هو أنت عينك الظاهر لك وأنت أنه الحق من حيث إنك صورته وهو روحك فالعالم صور الحق والحق هو روحه العالم فالحق محدود بكل حد في صور العالم ولكن لا تعلم حدود كل صورة إلا على قدر ما حصل لكل عالم فلذلك يجهل حد الحق وكذلك من شبه وما نزه فالعارف يجمع بين التنزيه والتشبيه ويصف الحق بالوصفين على الإجمال لأنه يستحيل وصف الحق على التفصيل لعدم الإحاطة بصور العالم ولا حتى بصورة واحدة من صور العالم والله أعلى وأعلم إذن فهذا الحديث والآية المذكورة آنفا وهو من عرف نفسه وعرف ربه من حيث إنك صورته وهو روحك فأنت له كالصورة الجسمية لك وهو لك كالروح المدبر لصورة جسدك والحد يشمل الظاهر والباطن منك إذن الحد الذي أنت له كالصورة هذه الصورة الجسمية لك لكن الصورة عندما تقول أنت صورة الحق فأنت من حيث ظاهرك وباطنك فالحد هنا يشمل الظاهر والباطن منك فإن الصورة البقية إذا زال عنها الروح المدبر لها لم تبقى إنسانا بمعنى أنه لو مات الإنسان وخرجت روحه تبقى له صورته فهذه الصورة لا يقال فيها إنسان وإنما يقال فيها إنها صورة الإنسان فلا فرق بينه وبين صورة من خشب وحجارة ولا ينطلق عليها اسم إنسان إلا بالمجاز لا بالحقيقة وينطلق عليها اسم الإنسان فقط عندما يكون ذا صورة وروح فهذه الصورة مع الروح هي صورة الحق والحق بالنسبة لهذه الصورة والروح الذي هو الإنسان هو الباطن أو هو الروح فالحق تعالى هو روح الروح بالنسبة للإنسان والله تعالى أعلى وأعلم فصور العالم لا يمكن زوال الحق عنها أصلا إذن لو زال الحق من صور العالم لزالت الصور فحد الألوهية له بالحقيقة لا بالمجاز كما هو حد الإنسان إذا كان حيا وكما أن ظاهر صورة الإنسان تثني بلسانها على روحه ونفسه والمدبر لها كذلك جعل الله صورة العالم تسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم لأن لا نحيط بما في العالم من الصور هذا معنى جميل جدا وذلك أن الإنسان بأفعاله كل فعل يقوم به الإنسان هذا الفعل هو تسبيح لهذا الإنسان لأنه يمجده فمثلا من يفعل الخير هذا الفعل يثني على صاحبه وكل فعل يثني على صاحبه فإذن الصورة تثني على الروح كذلك العالم كونه كله بما فيه من إنسان وغيره من المخلوقات بما أن العالم كله صور الحق فهذه الصور تثني على خالقها بلسان لا نفهمه ولكن كما ورد في آيات كثيرة منها مثلا قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهنا تسبحهم لأن لا نحيط بما في العالم من الصور وكيفية خلقه وتنقل هذه الصور وارتباطها ببعضها البعض فكل صور العالم كلهم ألسنة الحق ناطقة بالثناء عليه على الحق ولذلك قال الحمد لله رب العالمين فنفى عنهم هذا الثناء مع أنه حاصل منهم بالمعنى ولكنه هو حقيقة الحمد يعود إلى الروح وهو الحق وهو رب العالمين فالحمد الذي يظهر من العالم هو في الحقيقة لله رب العالمين أي إليه يرجع عواقب الثناء فهو المثني والمثني فهو الحامد والمحمود فهو المثني والمثن عليه والله تعالى أعلى وأعلم وهكذا فإن الشيخ هنا يلقص نفس المعنى تقريبا بشكل أبيات شعرية جميلة نذكرها إن شاء الله فيقول فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدا وإن قلت بالتشبيه كنت محددا وإن قلت بالأمرين كنت مسددا وكنت إماما في المعارف سيدا فمن قال بالإشفاع كان مشركا ومن قال بالإفراد كان موحدا فإياك والتشبيه إن كنت ثانيا وإياك والتنزيه إن كنت مفردا فما أنته بل أنته وتراه في عين الأمور مسرحا ومقيدا فما أنته بل أنته فما أنته بل أنته وهذا معنى قوله تعالى كما سيرد هنا ليس كمثله شيء فنزها وهو السميع البصير فشبه فما أنته بل أنته فلست أنته في الظاهر لتقييدك وإمكانك وفقرك إليه وأنت هو في الباطن لأنك في الحقيقة عينه وهويته الظاهرة بصفة من صفاته في مرتبة من مراتب وجوده فلذلك قال الله تعالى ليس كمثله شيء فنزها نفى المثل عنه فنزها لكنه قال في نفس الوقت وهو السميع البصير فشبه فالحق هو الجمع بين الصورتين وكذلك نفس المعنى ليس كمثله شيء فشبه وثنى إذن هنا نفس هذا الجزء الأول من الآي أيضا فيه تشبيه كما أن فيه تنزيه لأنه فيه تشبيه هنا كمثله لم يقل ليس مثله شيء ليس كمثله شيء ففيه تشبيه في التنزيه وكذلك فثنى ثنى بمعنى أنه جعل له مثلا فهنا النفي ليس عنه وإنما عن مثله ليس كمثله أي ليس لمثله شبه أو ليس كمثله شيء يشبهه فشبه وثنى ثم قال وهو السميع البصير فنزه وأفرد وذلك لأن نفس هذه الآية أيضا فيها تنزيه لأن سمع الحق وبصره ما هو مثل سمع الناس وبصرهم فالناس يبصرون لكنهم ليسوا الناس يقالوا عنه سامع أو يسمع لكنه الله عز وجل هو السميع بكل معاني الكلمة وهو البصير أما الإنسان فيبصر ويسمع فهذا المعنى مطلق وبالتالي فيه تنزيه في نفس الوقت كما أن فيه تشبيه من صورة أخرى فإذا نفس الآية فيها تشبيه وتنزيه وحتى في الجزء الأول الذي فيه تشبيه هو نفس هذا الجزء فيه تشبيه نفس الجزء الذي فيه تنزيه فيه أيضا تشبيه وإلى آخره من هذه المعاني المختلفة فالآن يبدأ الشيخ الأكبر بالحديث عن سيدنا نوع فيقول لو أن نوحا عليه السلام جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوا فدعاهم جهارا ثم دعاهم إصرارا ثم قال لهم استغفئوا ربكم إنه كان غفارا ومن هنا سيبدأ الشيخ الأكبر بالتركيز على المعاني الباطنة أو التفسير الإشاري ونود أن نؤكد أن هذا التفسير الإشاري كما ذكرنا في أماكن أخرى كثيرة في كتب لنا منشورة أن التفسير الإشاري لا يلغي التفسير الظاهري فالتفسير الإشاري هي معاني باطنية تستنبط من المعنى الظاهر للآية كما قال الشيخ قبل قليل أن المعنى الأول المفهوم هو معنى صحيح ولكن له معاني أخرى أعمق تستنبط منه فهذا التفسير هو تفسير سيريد الآن هو تفسير إشاري لا ينقض المعنى الظاهر لهذه الآيات التي جاءت على لسان نوح عليه السلام فقال نوح ربي إني دعاهم جهارا ثم دعاهم إصرارا وقلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخره كما ستأتي فإذا لو أن نوح عليه السلام جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوا لكنه لكن تركيزه أو الغالب عليه كان دعوة التنزيء ولذلك لم يطيعوه والله تعالى أعلى وأعلم إذن وقال دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار وذكر عن قومه أنهم تصامموا عن دعوته لعلمهم بما يجب عليهم من إجابة دعوته فعلم العلماء بالله ما أشار إليه نوح عليه السلام في حق قومه من إجابة دعوته فعلم العلماء بالله ما أشار إليه نوح عليه السلام في حق قومه هذه العبرة مكررة نأسف لذلك من الثنائي عليهم بلسان الذن وعلم أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان أي التفريق بين التنزيه والتشبيه والأمر قرآن لا فرقان فالصح هو الجمع بين التشبيه والتنزيه ومن أقيم في القرآن لا يصغي إلى الفرقان وإن كان فيه فإن القرآن يتضمن الفرقان والفرقان لا يتضمن القرآن إذن القرآن بهذا المعنى هنا وهو الجمع بين التشبيه والتنزيه هذا المعنى يتضمن التنزيه فإذن لا بد من التنزيه ولكن التنزيه لا يتضمن المعنى الأصح المعنى الكامل وهو المعنى الجامع بين التنزيه والتشبيه فالتنزيه لا يصح والتشبيه ليصح والصحيح هو الجمع بينهما ولهذا مختص بالقرآن إلا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس فليس كمثله شيء هذه الآية تجمع بين الأمرين في أمر واحد فلو أن نوحا يأتي بمثل هذه الآية لفظا لأجابوه فإنه شبه ونزه في آية واحدة هذه الآية قوله تعالى الله عز وجل شبه فيها ونزه في آية واحدة بل في نصف آية وهي ليس كمثله شيء وهي نصف الأول والنصف الثاني بل هو السميع البصير ونوح دعا قومه ليلا من حيث قال ربي إني دعوت قومي فإذا ليلا من حيث عقولهم وروحانيتهم فإنها غيب ونهارا دعاهم أيضا من حيث ظاهر صورهم وحسهم وما جمع في الدعوة مثل قوله تعالى في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفرت بواضنهم لهذا الفرقان فزادهم فرارا إذن لم يجيب لعوته لما فيها من الفرقان والأمر قرآن لا فرقان ومن أقيم في القرآن لا يصغي إلى الفرقان وإن كان فيه فإن القرآن يتضمن الفرقان والفرقان لا يتضمن القرآن والله تعالى أعلى وأعلم إذن فلم يزدهم إلا فرارا ثم قال عن نفسه إنه دعاهم ليغفر لهم لا ليكشف لهم يغفر بمعنى يستر وفهم ذلك منه صلى الله عليه وسلم ثم قال عن نفسه إنه دعاهم ليغفر لهم أي ليستر لا ليكشف وفهم ذلك منه صلى الله عليه وسلم لذلك جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وهذه كلها صورة الستر التي دعاهم إليها فأجابوا دعوته بالفعل بالحقيقة لا بقول لبك لم يقول له أطعنا أو لبيك ولكنهم في واقع الأمر أجابوا دعوته فدعاهم ليغفر لهم وبالتالي هم ستروا أو استتروا مما يدعوهم إليه فهذا معنى باطني ليس هو المعنى الظاهر المفهوم من الآية ففي ليس كمثله شيء إثبات المثل ونفيه إذن ليس كمثله إذن هناك مثل وليس يشبهه شيء وبهذا قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم إنه أوتي جوامع الكلم فالكلمة الواحدة لها معاني كثيرة فما دعا محمد صلى الله عليه وسلم قومه ليلا ونهارا بل دعاهم ليلا في نهار ونهارا في ليل بمعنى تشبيه في تنزيه وتنزيه في تشبيه فقال نوح في حكمته لقومه يرسل السماء عليكم مدرارا وهي المعارف العقية في المعاني والنظر الاعتباري ويمددكم بأموال أي ما يميل بما يميل بكم إليه فإذا مال بكم إليه رأيتم صورتكم فيه فمن تخيل منكم أنه رأاه فما عرف ومن عرف منكم أنه رأى نفسه فهو العارف فلهذا انقسم الناس إلى غير عالم وعالم فهذه المعاني مواضحة قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم إنه أوتي جوامع الكلم فما دعا قومه صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا بل دعاهم ليلا في نهار ونهارا في ليل أي تشبيها في تنزيه وتنزيها في تشبيه وبالتالي من يتخيل أنه رأى الحق فما عرف ومن عرف أنه رأى نفسه فهو العارف فهذا معنى قوله من عرف نفسه وعرف ربه ولذلك انقسم الناس إلى عالم وغير عالم فلهذا انقسم الناس إلى عالم وغير عالم إلى غير عالم وعالم وهنا عبارة ناقصة سقطت من الكثير من الطوعات وهي قوله وذكر هذه العبرة هنا على الهامش فشك نوحا ذلك إلى ربه بقوله رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسر إلى آخر الآية فمعنى وولده هنا هو ما أنتجه لهم نظرهم الفكري فالأفكار هي بنات أو الكلام هي بنات نقول عنه بنات الأفكار فالأولاد بهذا المعنى هو نتائج الفكر والأمر موقوف على علمه لنذكرها من هنا والأمر موقوف علمه على المشاهدة بعيد عن نتائج الفكر وبالتالي هذا التفكير أو النظر بالدلائل لم يزده إلا خسارة إلا خسارة فما ربحت تجارتهم فزال عنهم ما كان في أيديهم مما كانوا يتخيلون أنه ملك لهم في حين إن هذا المعنى في المحمديين وهم المسلمين أتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله فيهم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأما في نوح ألا تتخذوا من دوني وكيلة فأثبت الملك لهم والوكالة لله فيهم فهم مستخلفون فيه فالملك لله وهو وكيلهم فالملك لهم وذلك ملك الاستخلاف وبهذا كان الحق تعالى مالك الملك أو مالك الملك كما قال الترمزي رحمه الله والترمزي هنا المقصول فيه هو الحكيم محمد بن علي الترمزي الذي توفي سنة 285 سنة 80 للهجرة وهو الذي ذكر في كتابه ختم الولاية أسئلة كثيرة وقال إنه لا يجب عن هذه الأسئلة إلا ختم الولاية فأجاب عنها سيدنا الشيخ الأكبر محيدين من العربي كما ذكر ذلك في كتاب وكذلك في كتاب الفتوحات المكية ومن ضمن هذه الأسئلة وهو السؤال رقم 16 في هذه الأسئلة هو كم عدد مجالس ملك الملك وإلى هذا أشارك ذلك سيدنا أبو يزيد البستامي حين قال ملكي أعظم من ملكك كما ورد عنه أنه في تجل لله له قال له الله تعالى ما أعظم ملكي أو ملكي عظيم فقال أبو يزيد البستامي ملكي أعظم فقال له الله كيف تقول هذا فقال أبو يزيد البستامي كما نقل عنه الشيخ الأكبر محيدين من العربي ملكي أعظم لأنك أنت أي الحق أي الله سبحانه وتعالى لأنك أنت في ملكي ولا يوجد مثلك في ملكك فهذا توحيد لأن العبد الذي يفنى بالله يكون الله سمعه وبصره إلى آخره كما ورد في الحديث فيكون له يفعل له أو يجيبه بكل ما يريد كما سيأتي هذا المعنى هنا فهذا معنى أنت في ملكي ولا يوجد مثلك في ملكك يجيبك أي يجيب الله عز وجل فالله هو الواحد الأحد والله تعالى أعلى وأعلم فهذا المقصود هنا بقول الترمزي رحمه الله ثم قال أي نوح عليه السلام ومكروا مكرا كبارا أي لأن الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعو لأنه ما عدم من البداية فيدعى إلى النهاية إلى الغاية فقوله أدعو إلى الله فهذا عين المكر على بصيرة فنبه أن الأمر له كله فأجابوه مكرا كما دعاهم مكرا أي كما مكر نوح عليه السلام بقومه حتى يستدرجهم إلى الدعوة وإلى الإيمان مكرهم أيضا به كردة فعل ومكروا مكرا كبارا فالدعوة إلى الله هي مكر لكنه مكر يراد به الخير لأنه يراد به استدراج المدعو إلى الحق إلى معرفة الحق والله تعالى أعلى وأعلم إذن فمكروا مكرا كبارا فقالوا في مكرهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر فإنهم أي قوم نوح إذا تركوا إذا تركوا هذه الأصنام جاهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء الأصنام فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله فقوم نوح الكفار كانوا يعبدون هذه الأصنام لأنهم كانوا يعتقدون فيها قوة أو قدرة تجيبهم ويعتقدون أنها آلهتهم فهم يرون فيها صورة الحق واقتصروا على هذه الصورة فكانوا كافرين أي غطوا الحقائق فهذا معناء الكفر وأما في المحمديين وهم المسلمين أتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم الله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا أي حَكَمَ أي نحن نعرف أن الله عز وجل قد قضى أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا فحتى لو عبد من عبد ما شاء أن يعبد فهو على الحقيقة ما عبد إلا الله وإن كان هو يعتقد أنه يعبد حجرا أو شجرا لكن ما عبد أي شيء من عبد ما عبد ذلك إلا لأنه يعتقد فيه ألوهية معينة فالعبادة في النهاية تعود إلى الله سبحانه وتعالى ولكنها لا تقبل لأن الله عز وجل قال وَمَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فلن يقبل منه فلذلك هؤلاء ما عبدوا إلا الله وإن كانوا هم في الحقيقة في واقع الأمر هم كافرون ولكن في حقيقة الأمر ما عبدوا إلا الله وما يجيبهم إلا الله كما سيأتي المعنى هنا فالعالم يعلم من عبد إذن في أي صورة عبد الله فما عبد غيره لأنه لا إله إلا الله فحقيقة الأمر أنه لا يعبد إلا الله وهذا معنى وقد ربك ألا تعبدوا إلا إيا فالعالم كلهم لا يعبدون إلا الله ولكن بجهلهم يعبدون أو يقصرون عبادتهم على صور معينة هي هذه الأصنام أو الحجر أو الشجر أو البقر إلى آخره فالكفار يقصرون العبادتهم على صور والمحمديين المسلمين لا يعبدون إلا الله وهذه الصور هي صور زائلة هي صور ظاهرة أيضا والحق هو الباطن في كل شيء وفي أي صورة العالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد فما عبد الله عز وجل في الأصنام وفي غيرها إلا لأن لهذه الأصنام قدرة معينة أو الناس يعتقدون فيها صفة معينة صفة إلهية فعبدوها لهذا الظن منهم والتفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوة المعنوية في الصورة الروحانية فما عبد غير الله في كل معبود فالأدنى أي أدنى الناس وهو الكافر في هذه الحالة من تخيل فيه الألوهية الكافر يتخيل الألوهية في كل الصور التي يعبدها كالأصنام هذه الآلهة التي كان يعبدونها الأصنام كانوا يتخيلون من دنوي فكرهم فيها يتخيلون فيها الألوهية فلولا هذا التخيل ما عبد الحجر ولا غيره ولهذا قال قل سموهم فلو سموهم لسموهم حجارة وشجرا وكوكبا إلى آخره ولو قيل لهم من عبدتم لقالوا إلها ما كانوا يقولون الله ولا الإله فلا لا يستطيعون أن يقولون أنهم يعبدون الله لكنهم كانوا يمكن أن يقولوا أننا نعبد إلها أو آلهة لأنهم يعتقدون الألوه في هذه الأصنام وأما الأعلى من هؤلاء هو الذي ما تخيل إذن بل قال هذا مجلا إلهي ينبغي تعظيمه فلا يقتصر فمن يعبد مثلا النار أو الحجر أو مثلا البقر لأنها تعطيه شيئا تعطيه الدفء أو تعطيه الحليب أو أي شيء فعبد عند ظنه الله في هذه أو عبد إلها في هذه الصور وهو يعتقد أن خالقه أو الإله أن هذه الصور مجدى للإله فهذا أيضا فيه جهل لكنه أعلى من الأول فالأدنى صاحب التخيل يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة والأعلى العالم يقول فإلهكم إله واحد فله أسلم فإذن المسلم أو الذي يعبد الله ولا يعبد إلا الله يعلم أن الصور مهما تعددت إنما هي مظاهر والمعبود حقيقة هو الحق الباطن أو روح هذه الصور فإلهكم إله واحد فله أسلم أي أسلم له حيث ظهر وبشر المخبتين الذين خبت نار طبيعتهم فقالوا إله ولم يقولوا طبيعة إذن لم يقفوا عند حدود الصور الطبيعية كما فعل الأولون الكفار وإنما قالوا أن وراء هذه الصور إلها معبودا فقالوا إله وإلهكم إله واحد وقد أظل متابعة لكلام سيدنا نوح وقد أظلوا كثيرا أي حيروهم في تعداد الواحد بالوجوه والنسب ولا تزد الظالمين لأنفسهم فإذن بالمعنى الظاهر الظالمين هم الذين يظلمون وبالتالي هم ضالين أما هنا بالتفسير الإشاري المقصود بالظالمين هنا هم المصطفين وذلك من الآية التي ذكرها الله تعالى في سورة فاطر ثم أورثنا الكتابة الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم فمنهم ظالم لنفسه ظالم لنفسه أي جائر على نفسه ومنهم مقتصد أي متوازن ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فهؤلاء الثلاث الفئات هم في الحقيقة الذين ورثوا الكتاب فلا تزد الظالمين لأنفسهم فهم من المصطفين الذين أورثوا الكتاب أول الثلاثة أو الثلاث الفئات هذه فقدمه على المقتصد والسابق فلا تزده إلا ضلالا أي إلا حيرة بالمعنى الإشاري مقصود بالضلالة هنا الحيرة ولذلك ورد في أحد العارفين كان يقول المحمدي المسلم كان يقول اللهم زدني فيك تحيرا أي زدني فيك حيرة لأنه لا يمكن إدراك الحق كما هو فلا تدرك إلا صورة متغيرة أو صورة يتحول الله في صور العالم فلا يحد فلذلك لا بد من الحيرة فهي غاية العلم والله تعالى قال كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا فالحائر له الدور والحركة الدورية حول القطب فلا يبرح منه فالحائر يتردد فيعود ويعود ويدور كأنه يدور حول القطب وبالتالي لا بد من الوصول إلى الغاية وأما صاحب الطريق المستطيل أي الذي له خط واحد فهو مائل خارج عن المقصود طالب ما هو فيه لأنه يقصد غاية معينة في خياله فهو صاحب خيال أما صاحب الحيرة فهو يعرف أنه مهما تجلى له الحق ومهما عرف من الحق فهو لن يعرفه فهو لا يزال يتردد ويحتار ثم يدور ويدور حول الحق كأنه يطوف حوله ولا يصل إليه فليس له غاية أما صاحب الطريق المستطيل فله غاية لأنه يتخيل هذه الغاية فله من وإلى وما بينهما فهو له بداية ونهاية وما بينهما وأما صاحب الحركة الدورية فلا بدأ له فيلزمه من إذن بما أنه لم يبدأ فليس له من أين بدأ ولا غاية لأنه ليس له نهاية فتحكم عليه إله فليس له من وإله وإنما من له من وإله هو صاحب الطريق المستطيل فصاحب الحركة الدورية له الوجود الأتم وهو المؤتى جوامع الكلم والحكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقه مما بتابع لكلام سيدنا نوح مما خطيئاتهم فهي التي خطط بهم فغرقوا في بحار العلم بالله وهو الحيرة فأدخلوا نارا في عين الماء المعنى هنا واضح ولو أنه كله كلام إشاري لا يسهل فهمه بسهولة لا يمكن فهمه بسهولة والله تعالى أعلى وأعلم إذن وأما في المحمديين المسلمين الذين تابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال فيهم وإذا البحار سجرت سجرت بمعنى سجرت التنور إذا أوقتهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا تكمل لكلام سيدنا نوح فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد ففنوا فيه فلو أخرجهم إلى السيف سيف الطبيعة حد الطبيعة لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة وإن كان الكل لله وبالله بل هو الله وقال نوح ربي ما قال إلهي فقال ربي إني دعوت فقال ربي ما قال إلهي فإن الرب له الثبوت والإله يتنوع بالأسماء فهو كل يوم في شأن فأراد بالرب هنا ثبوت التلوين إذ لا يصح إلا هو ثم قال لا تذر على الأرض من يدعو فهو هنا يدعو عليهم أن يصيروا في بطنها وأما في المحمدي فقد قيل له لو دليتم بحبل لهبط على الله وقيل أيضا في الآية له ما في السماوات وما في الأرض وإذا دفنت أو دفنت فيها فأنت فيه وهي ظرفك وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لاختلاف الوجوه فإذا لا تذر على الأرض من الكافرين الذين اشتغشوا ثيابهم وجعلوا أصابعهم في أذانهم طلبا للستري لأنه لأنه دعاهم ليغفر لهم والغفروا السطر فلا تذر منهم يقول نوح عليه السلام يدعو عليهم فلا تذر منهم ديارا أي أحدا حتى تعم المنفعة كما عمت الدعوة إنك إن تذرهم أي تدعهم وتتركهم يضلوا عبادك أي يحيروهم فيخرجوهم من العبودية إلى ما فيهم من أسرار الربوية فينظرون أنفسهم أربابا بعدما كانوا عند أنفسهم عبيدا فهم العبيد للأرباب فهم العبيد الأرباب وَلَا يَلِدُوَا أَيْمَا يُنْتِجُونَا وَمَقَامِكَ مَا جَهِلَ قَدْرَكَ وبالتالي لا يجوز إطلاق هذه المعاني أو هذا التفسير على قوم نوح كأشخاص وأفراد عاشوا في زمن نوح وإنما المقصود بها هنا هذه المعاني فمثلا والديهما العقل والطبيعة ومن دخل بيتي أي من من دخل قلبي مصدقا من المؤمنين الذين هم العقول والمؤمنات الذين هم النفوس إلى آخره والله تعالى أعلى وأعلم ولا تزد الظالمين من ظلمات أهل الغيب المكتنفين خلف الحجب الظلمانية إلا تبارا أي إلا هلاكا فلا يعرفون نفوسهم لشهودهم وجه الحق دونهم وأما في المحمديين فقال كل شيء هالك إلا وجهه والتبار الهلاك ومن أراد أن يقف على أسرار نوح فعليه بالرقي في فلك بوح وهو في التنزلات الموصلية والله تعالى أعلى وأعلم فهنا إشارة إلى كتاب التنزلات الموصلية حيث تكلم الشيخ الأكبر هنا على فلك بوح وهو فلك الشمس والله تعالى أعلم وهنا ينتهي الفص الثالث ويتبع إن شاء الله في جزء التالي وهو قراءة الفص الرابع فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية والله تعالى أعلى وأعلم إذن كان هذا هو الفص الثالث ويليه الفص الرابع وهو فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة